دكتور أحمد إبراهيم اختصاصي بأمراض الدم والأورام موجود معنا هلأ بهالفقرة من سانتي دكتور موضوعنا لليوم زرع نقية العدم أهلا وسهلا فيك موضوع صعب أول شي معنويا وكمانا طبيا طبعا له حالات خاصة لحتى يصير وفي نوعين مثل ما كنا عم نقول زرع من الشخص نفسه وزرع من شخص آخر خلينا نعرف ونشرح عملية التحضير والزرع أول شي بونجور اليوم الحديث عن عملية كتير complicated كتير تطورت بآخر سنوات وحققت نقل نوعية بعلاج أمراض الدم النيحة والخبيثة والحميدة والسرطنة هذه القصة زرع نقية العدم عمرها 200 سنة الفكرة بلشت 800 سنة بصارت applicable من 68 أول عملية نعملت ونجحت من فعلا عملية مضبوطة من متبرع ب68 بال60 عمل من twins يعني توقع من عملية من متبرع يعني عمرها تقريبا 50 سنة فعليا وبالبنان عمرها 25 سنة نحنا شو نزرع نحنا نزرع نقية العظم يعني الخلايا الجزعية اللي موجودة بالأعظام بالجسم هالخلايا الجزعية موجودة بالأعظام الرئيسية بالجسم الحوض هون هون هايدي الخلايا بتولد الدم بتولد خلايا المناعة بتولد كمان الأعضاء يعني إذا مشت بمنحة معين ممكن تروح تولد كبد أو تولد نسيج تاني من الجسم بس التركيز هو بتولد خلايا الدم وخلايا المناعة هالخلية من الزراعة زرعة زرعة هوية من عملية جراحية من مرقة بالدم هي بتروح على الدم وبتروح بتعشعش بمركزها الرئيسي بمنشأها بصير تولد الدم والمنعة والخلايا اللي بتولدها حسب المنحة اللي بتمشي فيها فالزرعة هو من عملية جراحية وعملية نقل دم من وين من نسحبها؟ يا فينا نسحبها من دايركت اللي مننخاء العظم يعني بفوت المتبرع أو بفوت المريض على العمليات منسحب الخلية مثل منحطها بكيس مثل الدم تشبه الدم هي أتقل من الدم بلون الدم ساعة ساعتين ترتربع الساعة حسب الكمية البدنا إياها يا منسحبها من الدم يعني منعطي أدوية مسبتة للمناعة تتفشها من العظم بتروح على الدم ونسحبها مثل ما منسحب الدم مثل ما منسحب الصفايحات على مكنة بتاخدها بترجع المبدأ إياها المكنة وبتاخدها الخلية وفينا نستخدمها يا إنه في أكويفلن 3-2 لأنخاء العظم هو حبل السرة اللي هو الكورد بلد اللي هو فيه خلايا بتشبه خلايا المنشأ وبتمشي حسب المنحة البدنية أو حسب المنحة الطبيعة اللي لإلها لأمراض حتى لتعمل خلايا الدم وخلايا المناعة وخلايا الأنسجة هذه الخلية كيف شو هي منسحبها كيف منسحبها وكيف من مرأة هذه الخلية ممكن نجمدها وممكن ما نجمدها نحتاج لتجميدها ومعظم ما بيكون زرع ذاتي وإذا ما بدنا نجمدها ومعظم ما بيكون زرع من متبرع نستخدمها فرش بس نسحبها الكورد بلد من جمدها نعم هذه لما بتولد المرأة الحامل نحط حبل السرع كمية صغيرة كورد بلد من جمدها نعم هلأ شو أنواع العمليات كلاسيكيا منحكي عن عملية زرع نقية العظم يعني هيمتوبويتك ستم سل ترانسبلانت خفت السلولسوش من متبرع أو من نفس المريض زرع من متبرع أو زرع ذاتي أي متاهيك وآي متاهيك هلأ أصرنا بنحكي عن شيء متطور أكتر هو هندسة الخلايا استعدام استخدام الخلايا المهندسة يعني صحيح فيه العلاج المتبرع خلايا مناخدون من رؤون أو من نفس المريض ولكن هلأ فينا ناخد خلايا من هندسة لحتى لتقدر هي تفوت وتقتل السرطان من هندسة جينيا مناعيا من خلية تحمل المضادات هالخلية هي ما بتعرف ما كان عندها مضادات نعطيها إياهم نعطيها إياهم نخليها تولدهم بطريقة نتفي معقدة وهذه بسموها استخدام الخلايا المهندسة جينيا أو مناعيا للقضاء على السرطان أو على بعض الأمراض الحميدة جينيا مثل التلسيميا مثلا السيكلسل في جين غلط منركب الخلية بجين معين بجين يمشي الجين الغلط تبلجيت هذه التقنية أكيد أنا عم بحكيكي مش بالمستقبل بحكيك بالحاضر أشياء موجودة والحاضر بالحاضر يس وعم بحكيكي كمية منها في لبنان كمان فهالكارتي يسموه كارتي أو الهندسة الجينية أو العلاج الجيني اللي هو بيستخدم الخلايا كمان طبعا نخي العظم أو خلايا اللنفوية هذا تطور كبير بالعالم يعني فيها نقول أنه الزرع من متبرع يشكل سنويا تقريبا خمسين عمليات الزرع وثلاثة أخماس الزرع من نفس المريض الزرع الذاتي هذا شو خصائصه شو الانديكيشن لكل لكل شي والكارتي أو العلاج الجيني صار عمال تضاعف تقريبا من خمسمية لستمية بالمئة آخر خمس سنين بس بعضه بشكل نسبة ضائلة من عمليات الزرع مثلا بالمجمع الأوروبي لزرع نخي العظم على خمسين ألف عمليا عملت بالألفين وواحدة وعشرين عشرين ألف كانت ألوجينيك يعني من متبرع تمانية وعشرين ألف كانت من نفس المريض وحوالي ألف وخمسمية كانت من الهام من الكارتي أو العلاج الجيني هلأ أمراض الأمراض اللي بتستفيد من عمليات الزرع نحن عم نزرع نقية عظم المبدأ تبع زرع نقية العظم ما هو بس نمرق الخلية هو شو بدنا نستعمل للمرض اللي عم نعالجه بنستعمل مرض بنستعمل علاج مناعي وعلاج كيميائي وعلاج شعاعي لنقضي على المرض أو لنساهم بالقضاء التام على المرض بيقضي على المريض هالعلاج إذا كان قوي كثير ومعظم الحين بيكون قوي كثير بيقضي على الدم بيقضي على الدم فحتى ما نعرض المريض لخطر من هالنوع غير مقبول مناخد الخلايا ومنعطيهم ليفرخوا مثل السيارة مننا مشية في البنزين منحطه للبنزين يعني عندنا سيارة منذبط للموتور منحطها للبنزين بتمشي هون منعطي علاج أوي العلاج الأوي هذا بيساهم بالقضاء على المرض بيساهم بتقبل بالزرع المتبرع بتقبل الزرع من الخلايا من المتبرع عند المريض حتى ما يرفضون ولكن بيأسروا على حياته لأنه بيقضوا عن معمل الدم ومعمل المناعة فهالخلايا اللي أخدناهم هم اللي بدون يفرخوا بعد هايدي بالعملية اللي هي من المتبرع يعني عندنا ثلاث محاور عندنا المتبرع المريض والمرض الزرع الذاتي هو بيقوم على علاج أوي بس العلاج الأوي ما بدون متبرع منكون اخدين الخلايا مجمدينهم ومنمرؤهم من بعد ما نعطي العلاج الأوي عدة أيام حتى يفرخوا كمان حتى معمل الدم اللي قضينا عليه بالعلاج الأوي يفرخ يعني بيكون كأنه بيبلش من أول ونزرع له كأنه دم من أول وجديد نفس الشي حبل السر نعمل الزرع من متبرع لما بيكون نقي العظم مريض معظم الأحيان بيكون مريض بمرض سرطان لوكيميا سرطان دم لوكيميا حادة أو بعض اللوكيميات المزمنة أوقات نقي العظم بيبقى هو مريض لأنه ما عم بيولد خلايا فقير يسموه بلاستيك أنيميا أو هيبوبلاستيك أنيميا أو عم بيولد خلايا مانا منيحة ميوليس بلاستيك ساندروم يسموه يعني الكواليت اللي لقلها إمكانية أنه تعطي خلايا منغير إنخاء العظم اللي هو مريض ومنبدله من إنخاء عظم عظم جديد يعني الزرع من متبرع ممكن يكون لسرطان في الدم نقوي أو لمفاوي ممكن يكون ل لوكيميا مزمنة أو حادة ممكن يكون لمرض بنقية العظم خطير غير حميد أو مرض حميد اللي هو فقر المناعة ضعف بنقية العظم ضعف بالمناعة بإنتاج النقية العظم أو مرض بالهيموغلوبين تلسيميا والسيكل سيلس المنجل اللي عنايها ببلادنا كتير شيعة أكتر من أوروبا وأمريكا إنه في جينات غلط خلايا غلط نجرب نحن نمشي من جيب جداد نعم هذا الزرع من متبرع الزرع الذاتي معظم الأحيان بيكون المرض من موجود بنخال عظم أو موجود بنخال عظم بس مسيطر عليه بنعطي علاج كيميائي والقضاء على المرض هل علاج الكيميائي أو الشعاعي أو المناعي بأثر على الدم عن نقية العظم بنكون جايبين نقية العظم من عند المريض نفسه نعم من جمدينه من ظهره من تجميد بدأ أحكي عن تالت طريقة بس بدأ أخذ وقفة كتير صغيرة ومن رجل من تابعين حديثنا بفقرة سانتيم مع دكتور أحمد إبراهيم اختصاصي بأمراض الدم والأورام موضوعنا لليوم زرع نقية العظم دكتور حكينا عن أول طريقتين زرع من متبرع أو زرع من الشخص نفسه بدأ نحكي عن الكارتي أو الجين ترابي الكارتي يعني الكارتي تي سل خلال لنفوية هول بناخده من نفس المريض وهلأ عم تتطور ناخده من متبرع نعم يعني ألوجينيك كارتي أو الكارتي معظم الحيان تنعمل من نفس المريض يعني عنده مريض مثلا عنده مرض لنفوية ما عم يجاوبنيه على العلاج أو عنده خصائص ما بتسمح أنه يستفيد من نوع زرع اللي هو هلأ شائع فمناخد خلايا لنفوية ناخدها على المختبر هالخلايا لنفوية منخليهم بطريقة عبر شي بيحملهم بيكون الفيروس ما بدر ما بدر منفوت عليهم مثل منفوت عليهم نوع من من البروتينز هالبروتينز المفوت عليهم أو شي شبيه بيفوتوا لجو من جوه بيتهندسوا بطريقة أنه يصيروا خبركم مضادات لهالمرض نفسه أو يروحوا يقتلوا المرض يعني منركب سالز جديد يعني منركب سالز جديد من سال قديمة منغيرها منغير تركيبتها جينية تركيبتها المناعية وبالعلاج جيني تركيبتها الجينية حتى تقدر تروح يا تعمل ريبلايس من الجيني غلط متى التلسيم يا أنه تعمل أنه تضرب مرض لأنه برمجناها لتضربها المرض هذا تطور كتير غالي كتير قليل ما من عمل بالعالم بالنسبة لأنه مع الزرعة الجلاسيكية بس عم يشهد انتشار وتطور بآخر ثلاثة أربع سنين بس دكتور أدي فعاليته ونسبة شفاءه نسبة لهوليك التقنيات يعني شو الفرق بينه بعطي أكزامبل واحد عنده لنفومة لنفومة يعني مرض لنفاوي مرض لنفاوي خطير أخذ دول تجاوب عليه أو ما تجاوب عليه وراجع المرض بأقل من سنة يعني خطير المرض يأخذ علاج ما عم يتجاوب عليه هون إنه عمله لها المرض زرع منه نعم وتزرع منه نعم يعني بدراسات شايفوا إذا الكارتي أحسن أو لا بالنتيج الكارتي طلعت أحسن بمعظم الدراسات يعني أحسن دوبي يعني مثلا صرنا إذا بهالبلد موجود كارتي صرنا لها نوع المرض هذا المرض مع المرض هذا أفضل نعمل لهم الكارتي ما معنات أنه التغذ زرع من نفس المرض للمرضى الثانيين الزرع باللمفوام من نفس المرض بعده ماشي بالنتيج مليحة نعم بس فيه كمية من المرض اللي عملين لهم زرع من نفسهم يعني ذاتي لها نوع اللمفوام ما بيمشي الحال لاحظنا لاحظ بالعالم أنه نتائجها من مليحة كتير الكارتي إجت بوقت وعلت النتائج إذا حدا عامل أوتوغراف أو عامل زرع نقي إن كان من حاله أو من متبرع ورجع عيوض وكمان المرض بيمشي بيرجع التقنية الكارتي بتمشي كل التقنيات يعني كأنه آدي بيقدر يغير ممكن تعمل زرع أولين مثل مرض مايالوما روجع بعد كذا وقت فيك تعيد الزرع نفسه أو غيره ممكن تكون عامل اللوجينيك ترانبس نتالوكيميا روجعت بعد سنة أو سنتين تعيد اللوجينيك ترانسبرنت ممكن تكون عامل ترانسبرنت أوتولوجوس تعاملي كارتي ترانسبرنت أولوجينيك تعاملي كارتي بس بإنضاعفات بصير أكثر حسب نوع الترانسبرنت لابل ممكن تعاملي كارتي والطبيعيها بزرع يعني هي القصة صارت قصة استراتيجية شاملة بالوقت المناسب للمرض حسب وضع المرض دكتور بالكارتي كمان عم نعطي نفس التريتمينت مثل ما كأنه بدنا نعمل نختلف نتفزين من أشت المناعة من أشت الخلايا اللنفوية من شيل الخلايا اللنفوية من شيل من مرئ الخيال المهندسة بدنا مرأبي أكثر لأنه ممكن تعمل مضاعفات حساسية أو مضاعفات عصبية نورولوجيكال يعني بدنا بدنا معلمية بس كتريتمينت بين عمل نفسه قبل يعني الشيميوتيرابي فيه الشيميوتيرابي فيه الشيميوتيرابي التداعيات تبع هالأنواع من الزرع الحكيم فيه أشياء مضاعفات مضاعفات الزرع الزرع هو استراتيجية علاجية منه مثل something on the spot يوم يومين وراح المريض على البيت منه مضبوط الزرع هو استراتيجية بتطلب أنه مريض يكون بالمستشفى لأنه عم نستعمل أدوية قوية مناعية كيميوية زكية عم ناخد خلايا من متبرع إذا كان زرع متبرع مثل الطعم إلى مضاعفات هاي خلايا قوية جايبة مناعة جديدة شو المناعة كيف بدأت تتعامل مع المريض اللي آخذ هالمناعة عملانيا بيتطلب المريض يكون بغرفة معقمة حتى ما يعمل التابت مضاعفات هي مضاعفات حادة ومضاعفات مزمنة مضاعفات الحادة تختلف بين المتبرع وبين نفس المريض فيه شيء بالمتبرع فيه عندنا مضاعفات ناتجة عن العلاج الأوي نفس هالمضاعفات ممكن بالنسبة للهيمتولوجي كاليان للتأثير على الدم ممكن تكون بالزرع الذاتي يعني بتوطل المناعة بيوتو الكريات الحمر بتوطل الكريات الصفائح بيصير بدو نقل دم وبدو ادوير من المناعة وانتيبيوتيك وبدو نقل نقل الدم وبدو مراقبة لأنه وقت بيعمل التهابات بدو الاتهابات ممكن تكون خطيرة هايدي مشتركة بين الزرع من متبرع ممكن يعمل شي بيسموه مشاكل مناعية لأنه المتبرع مهما كان بيشبه بعضهم منهم مئة بالمئة في كل الجينات في جينات ما بنعرفها في شغلات ما بنعرفها فهول الشغلات ممكن تعمل هايدي الممكن تعمل مشاكل مناعية بيسموه أو تأثير أكتر على الأعضاء لأنه العلاج بيقوي أكتر والمشاكل المناعية ممكن تعمل إحمرار بالجلد إسهال إسفيرة تخلي المريض بالمستشفى أكتر ممكن يروح على البيت يرجع يروح يرجع على مضاعفات لهذه عملية زرع نقية العظم تعمل مضاعفات حد مثل مضاعفات مزمنة من تأثير العلاج على الأعضاء أو عدم مضاعفات لحد أول شهر شهرين ثلاث هي أصعب وهون مفقود بعض المرضى وهون في خطر على الحياة بس في تطورات صارت كثير طبية والمية يعني علاجية نخفف هالمضاعفات هذه بأدوية جديدة بأدوية نستعملها تحسبا حتى نخفف المضاعفات تحسبا حتى نخفف المشاكل المناعية أو التأثير على الأعضاء في نوع من الزرع كمان تطور سي تقوله هو يعني هاي الكرموزوم هو هاك بين الكرموزوم هاي شقفة من الكرموزوم إذا بتشبه شقفة تاني عند مريض تاني عند متبرع نفس الشقفة بيسموه الهابلوطايب فينا نستعمل لها الزرع وهذا الزرع عم يتطور كمان بيسموه يعني فيه 50-50 بيسموه بس هو هابلوطايب يعني شي نعم باسمي الكرموزوم مش باتتاني هدا عم يتطور كتير وهدا عم لي يجئ محل حبل السرة ومحل البحث عن متبرع برات العائلة لانه نحن أم نبحث عن متبرع نبحث من العائلة نبحث من برات العائلة وعنا حبل السرة نعم من برات العائلة يعني من برات العائلة نهي من المتبرع صار تقريبا إلى 2022 أكتر من 90-95 مليون العالم عنده متبرع. هنلاقي متبرع. يمنلاقي متبرع من نفس العائلة 100% متطابق. يمنلاقي 50-50. يمنلاقي برات العائلة. يمنلاقي بالعائلة من الإخوة والأخوات. يمن الأهل. يمنلولاد. يمن العائلة المقربة إذا بيقربوا بعضهم كان فيه مريعا. يعني هذا الموضوع. من بعضهم أو من برات من نوق العالمية. نسموه من الرجسر العالمي. يعني هذا الموضوع يعطي أمل كبير دكتور. وهذا الشغل عن جف. 1990 بالمجمع الأوروبي كان فيه أربعة تلاف عملية ريبورتد. بتلواحدة وعشرين خمسين ألف تقريبا ريبورتد. من أربعة تلاف خلال ثلاثين سنة إلى واحدة وعشرين. نعم. يعني شو في قدية قدية تطوري. لبنان الزرع عمره خمسين سنة. نعم. بلبنان عمره خمسة وعشرين سنة. وعم نعملوا بلبنان رغم الصعوبات. رغم الصعوبات ورغم الأدوية. نعم. ونحن ما زلنا يعني ما ترسينا ندلل العمر بناننا في العالم بحسابه. على أمل أنه نلاقي علاج يشفي كل أنواع الكانسر. دكتور أحمد إبراهيم اختصاصي بأمراض دم والأورام. شكرا كتير لألك. رح ناخد بريك. شكرا. شكرا. شكرا.